للحديث عن أدل تظاهراتي في العراق وثورة تشرين معنا في الستوديو الكاتب والباحثة السياسية دكتور فالح الخطاب دكتور فالح بداية مرحبا بكم ضيفا عزيزا في الستوديو مرحبا بكم دكتور فالح يعني يوما بعد يوم تزداد أو يزداد نطاق هذه الثورة ثورة تشرين اتساعا تشارك فيها جميع فئات المجتمع العراقي إلى ما تعز هذا الزخم المتصاعد بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة من يراقب هذه الثورة وتطورها من مظاهرات عادية إلى انتفاضة إلى ثورة يلاحظ نعم أنه زخمها يزداد حجمها يزداد تتوسع والأهم في هذا كله هو دخول العامل الشعبي فيها يعني الآن نحن نتحدث عن المجتمع العراقي تقريبا كله انضم إلى هذه الثورة شيبا شبابا رجالا نساء ثم هذه اللحمة الاجتماعية التي نراها في التحرير وفي غيرها لحمة عجيبة غريبة عندما نرى عمليات ليست تنظيف الشوارع فقط ليست ترميم المباني إنما عملية إسعاف البعض كل واحد يسعف الثاني هناك عمليات إسعاف عمليات تبرع يعني ترى هناك مظاهر اجتماعية كبيرة لكن لهم من هذا كله ظهور الدخول للنقابات والطلاب واقترابنا شيئا فشيئا من مرحلة العصيان المدني الشامل الذي إن تم وخصوصا قضية قطع الطرق وإيقاف الحركة سينقلنا إلى طور جديد تماما يعطي هذه الثورة مفهومها الكبير والحقيقي والزخم الكبير لمفهوم الثورة أليس منواجب كل حكومة في دول العالم أن تحمي المتظاهرين السلميين إذن كيف تفسر هذا التفجير الذي حصل بالأمس والذي استهدف متظاهري ساحة الطيران ببغداد يعني أنت قلت منواجب أي حكومة بالعالم لكن هذه ليست حكومة أحنا أكدنا مرارا وتكرارا ونؤكد على أنه للأسف يعني نحن في العراق ليس عندنا دولة ليس عندنا حكومة بالمعنى الحقيقي هناك نظام عملية سياسية محاصصة نظام فاسد نظام يعني يكفي أنه يأتي وزير دفاع وهو المكلف بالقوة العسكرية المكلف بحماية البلاد حماية حدود البلاد لديه يفترض أنه هو يحتكر القوة هذا وزير الدفاع يقول هناك طرف ثالث وهو لا يعرف هذا الطرف الثالث كيف أدخل هذه العبوات وهذه الأسلحة الشديدة السمية شديدة التفجير إذا كان وزير الدفاع أو هكذا المسمى لا يعرف من هو الطرف الثالث وكيف دخلت فلكن تتخيل أنه هل عندنا حكومة كباقية حكومات العالم نعم لو كانت حكومات العالم الأخرى لكانت حمت المتظاهرين وكانت صغت إلى ما يقولون وأدت ما عليها من واجبات ولكن الحقيقة لا يوجد عندنا لا دولة ولا رجال دولة ولا حكومة يتكلمون عن فراغ دستوري ويحذرون من هذا الفراغ الدستوري إذا كان وزير الدفاع يتحدث عن أنه لا يعلم من أن تأتي هذه القنابل وكيف تدخل وأنه لا يعرف أي شيء والحكومة لا دخل لها نعم لكنه ما يسمى رئيس الوزراء يتكلم عن فراغ دستوري وإذا ذهب يعني هو سيادة إذا ذهب سيكون هناك مشكلة كبيرة وكأنه لا يعلم أن البلاد بدونهم هي أفضل وأحسن وغاية ما يريدوه الثوار وما تريد هذه الثورة ذهاب هذه الزمرة التي عاثت في الأرض فسادا وبذهابهم يمكن أن تكون هناك دولة ويكون هناك قانون ويكون هناك مكان ويملأ الدستور حقيقة ليس هذا الدستور إنما دستور جديد يكتب الشعب ورجالات الشعب هناك تحذيرات أممية ودولية من استمرار عمليات خطف المدونين والناشطين المدنيين في إطار هذه الثورة ما مدى خطورة استمرار ذلك يعني يعني للأسف هي خطر جدا هي العملية كلها يقصد منها بث الرعب في نفوس الثوار المنتفضين في نفوس من يؤيد هذه الثورة نحن نعلم طبعا رجال العلام والكتاب وهؤلاء لهم صوت كبير والصوت مهم الناشطين المدنيين هؤلاء هم حقيقة محرك الثورات يعني محرك الثورات بالفعل كلمة من واحد مقالة من واحد من كاتب من أجيب من ناشط مدني تفعل فعلها ولذلك هذه الميليشيات التي تسمى حكومة تحاول أن تقتص من الثورة عن طريق اقتصاصها من هذه العناصر الأكثر خطرا عليها والأكثر أهمية للثورة وتحاول من خلال هؤلاء بث الرعب في نفوس الثوار ومحاولة وإداء الثورة القوات الحكومية قطعت جسر الأحرار بالكتل الخرسانية إذن هناك استمرار بعمليات المحاصرة واستمرار بعمليات القمع إلى أي مدى ترى أن هذه المحاولات ستستمر من قبل القوات الحكومية لوئد هذه الثورة ستستمر وتستمر لأنهم لا يملكون غير هذا ولكن هذا ليس خبر في اللغة الإعلامية في اللهجة الإعلامية الخبر الحقيقي والصحيح هو استمرار الثوار في مواجهة هذه الكتل ومواجهة أصحابها هذا هو الخبر المهم اليوم رأينا الثوار أزاحوا أخذوا ساحة الخلاني وذهبوا إلى منتصب جسر سينك توجهوا إلى ساحة حافظ القاضي الثورة تتوسع وتتمدد وهذا هو المطلوب المطلوب أن لا يكون هناك تجمهر وتجمع في مكان واحد ينبغي أن تنتشر هذه الثورة وتمتد وتصل إلى كل الأطراف يجب أن نحاصرهم كما يحاصرون المهم ليس ما يفعلون المهم ما نفعل المهم ليس موقفهم ليس فعلهم المهم ما هو ردفعنا على هذه الأحداث نعم يعني هناك تدخل إيراني واضح المرشد الإيراني وصف المتظاهرين في العراق بالأمس أنهم شغب وأعمال شغب وما إلى ذلك من أوصف ولكن الآن في التظاهرات نلاحظها أيضا انتشرت في إيران هل المتظاهرون في العراق أرسلوا رسالة إلى جميع دول المنطقة أنهم موجودون وأن العراقي بإمكانه القدر على التغيير؟ بالتأكيد أول شيء انتفاضة العراق وصلت إلى لبنان طبعا نلاحظ هناك قاسم مشترك قاسم مشترك في هذه الأماكن التي تشهد انتفاضة وثورة في لبنان في العراق الولي الفقيه وحكومة وأزلام ذيول الولي الفقيه هم من يتحكم لكن إذا ذهبنا إلى إيران فهذه طبعا فيها طابعين أو سلاح ذو حدين الشيء الطيب والمفيد والأخبار الجيدة أنه ثورتنا في العراق انتشرت وصلت إلى عقر دار الولي الفقيه وهذا ما كان يخشى منه؟ بالضبط هذا يخشى منه لماذا؟ لأنه قائم على فساد هو يعلم أنه قائم على فساد ويخشى أنه ثورة المظلومين وثورة الجياع وثورة أصحاب الحق سوف تصل إلى كل مظلوم إلى كل صاحب حق والشعب الإيراني انتفاض على فكرة هذه الانتفاضة في إيران هي أكبر انتفاضة منذ الثورة الإيرانية عام 1979 هي الأكبر بامتياز مع العلم أنها في بدايتها هي الأكبر والأقوى هذا سلاح جيد هذا يعطي معنويات قوية يعطينا دفعة للثورة العراقية لأنها امتدت إلى إيران ولكن الجانب الآخر هذا يدعو أكثر إلى استكلاب إيران إلى استكلاب يدعوها إلى أن تبذل قوة مضاعفة من أجل مواجهة الخطر ويزيدها إصرار على مواجهة الثورة العراقية ولكن ولكن الأمور فلتت من أيدي إيران وستفلت أكثر وأكثر دكتور أخيرا كيف ترى أو تنظر إلى الموقف الدولي موقف المجتمع الدولي من ما يجري في العراق تظاهرات سلمية تقمع بالغازات القاتلة والتي توصل أو باعتراف وزير الدفاع الحالي بأنها وزنها ثلاثة أضعاف ما مسموح به ولا يعرف مصدرها من أين يعني عمليات القمع متواصلة مع دخول السيارات المفخخة أيضا إلى تطورات الساحة كيف تنظر إلى الموقف الدولي تجاه التظاهرات في العراقية الموقف الدولي بكلمة واحدة مخزي وفاضح ويدلل على إجرام هذا النظام الدولي فرنسا فرنسا التي تدعي الحريات والحقوق المدنية وتقول أن فيها نشأت الثورة الفرنسية ووضعت دستور للعالم وعاصمة النور ينبغي لها أن لا تستقبل وزير الدفاع بالذات وزير الدفاع يده ينبغي أن تكون ملطخة بالدم لا ينبغي أن تستقبله أكثر من هذا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كل دول العالم تراقب ما يجري في العراق حتى متى ينتظرون؟ أربعمائة يوم؟ هاي أربعين يوم أربعمائة يوم ينتظرون حتى يدخلون لماذا هم يسكتون؟ لماذا هذا السكوت؟ لأنهم يخافون لأنهم جاهدوا من يخافون؟ يخافون من أن يعود العراق الطبيعي إلى قوتة تزول هذه الطغمة الفساد يذهب إلى العراق يرجع العراق دولة قوية شامخة وبالتالي كل جهود الأمريكان التي صرفوها وبذلوها وجاءوا من أجلهم من أجل هذه الجهود بإيران حتى تعاونهم في تدمير المجتمع العراقي كلها تذهب هباء كل جهودهم من 2003 تذهب إذا مقبل الإعداد لل2003 بدأ من قبل 20-30 سنة كل هذا يذهب هباء فهم خائفين وبالتالي هذا الخوف الذي يدعوهم إلى أنه يتوسلون بالزمن من أجل أن هذه الإصابة تقمع هذه الثورة لكن لو رجعنا للوراء لأكثر من 16 أو 17 سنة الأمريكيون كانوا عبر ماكينتهم الإعلامية يروجون أنهم يردون نشر الديمقراطية والمساواة والعدل والقيم الإنسانية في العراق كيف يواجهون العالم بسكوتهم عن ما يجري من قتل للمتظاهرين السلمين؟ الأمريكان لا يأبهون للعالم يعني يكفي أنهم دخلوا العراق بكذبة تسلحة الدمار الشامل ثم غيروها إلى الديمقراطية حتى الديمقراطية هذه أرادوا منها إيصال الفاسدين للحكم عن طريق انتخابات تمثيلية مزورة وهم يعلمون 16 سنة من حكم الفساد بالعراق يعلمون السفير الأمريكي والمخابرات الأمريكية وكل شيء يعلمون الطغيرة قبل الكبيرة في العراق وهم يسكتون لأن هذا فيه مصلحة في تدمير العراق وإنهاء العراق وإخراج توامن المعادلة حتى لا يكون هناك عراق يخافون من عنده وتخافون من عنده إسرائيل نعم في ختم هذا اللقاء داخل النشرة نشكرك شكرا جزيلا ضيفنا في الستوديو البحث السياسي الدكتور فالح الخطاب شكرا جزيلا مرحبا بكم شكرا جزيلا